دلوقتي عايزين نروح بقى ناحية بعض برضو الشكاوى المتكررة من ناس كتيرة في كل بيوتنا حد يشكو فجأة كده من آلام في الكوة ويعني ما يبقاش عارف إيه السبب هل هي أسباب حدة مثلا يكون خطة أو كده ولا ممكن تكون أسباب أخرى مخفية لأنه ممكن ناس كتير يقولك أنا مش فاكر أن أنا تخبطت أو ما إلى ذلك وبردو بقى فيه مصطلح كتير يعني كتير من الناس بقوم على يعني على دراية به لكن عايزين نعرف إيه تفاصيله وهو ما يعرف بالتنس قلبه أو زي ما بيقولوا كده بالترجمة الحرفية كوع أو إصابة كوع لعب التنس عايزين كده حضرتك تنورنا كده في موضوع الكوع ده إيه الأسباب وإيه يعني العلاج وطمننا أرجوك يعني إن شاء الله الموضوع يعني منتشر ومش قطير بإذن الله هو طبعا إصابة الكوع كتير قوي قوي لكن الأكثر شيوعا هو ألم شبه مزمن يعني بقى يقعد فترة طويلة في الكوع عند منشأ العضلات اللي مسؤولة عن الشيل واللف أيبا المولو سبحانه وتعالى ما جي خلق إيد البني آدم عمل فيها مواجزة جبارة إنه معظم الأوطار العضلات القوية اللي بتتحكم في الرزق والصوابع لها منشأ مشترك سواء للبسط في الناحية الخارجية من الكوع أو للعطف في النوز الجزء الداخلي من الكوع تمام فالعضلات دي بتشتغل بتمسك في بوتر قوي ماسك في العضمتين دول البروز الخارجي دول الخارجي للكوع ودول الداخلي للكوع بيسموا الخارجي ده التنس ألبه وبيسموا الداخلي ده جولفرز ألبه طيب اللعبوا جولف اللعبوا جولف واللعبش لتنس أولي علي اللي بيحصل إنه الإصابة في طبعا أنا آسف على المقاطعة بس المسميات دي يا جماعة علشان يعني في الكتب الطبية الأجنبية بيسموا أحيانا في كتير قوي بيسموا الأمراض بنوع الرياضة المألوفة عنده فمش معنى كده إنه حد عنده ألم في المنطقة دي ويسمع كلمة تنس ألبه أو الإصابة التانية اللي هي علاقة بالجولف فيقول لا أنا مليش علاقة بالتنس ولا ليه علاقة بالجولف لا دي مجرد تسمية هم سموها هناك كده يعني أصبح التسمية الدارجة في الأوساط الطبية بنفس المسمى إنما دا ملوش علاقة بإن حضرتك أو حضرتك بتمرسوا هذه الرياضات أو لا تمام مضبوط هي ملاش علاقة خالص دا العكس اللي بيحصل إصابة في منشأ هذه الأوطار في الكوع تمام أو إنها تكون إصابة متكررة قررت إن أنا مثلاً هقهوى الشغلة على الخشب مثلاً بيتمسك شاكوش وأنا مش بتعود وبليت أشتغل بيه جامد إذا نقت في حاجة ميكانيكية عملتها بطريقة أكتر من طقتي على التدريب فده بيعمل ألام في المنطوق الخارجي للكوع أو المنطوق الداخلي للكوع عضمة البرزة للتحدي الموضوع دا طبعاً في ألاجه في الأساس إن إحنا نريح الكوع نريح الكوع يعني إيه ما نشيلش حاجة تيلة ما نعملش حاجة فيها لف جامد بالدريع أقرب عصلجة برطمان مع صلج أي حاجة فيها لف جامد أو شيل تيل في العبوم على الكوع ومع الحياة اليومية سواء هنشتري حاجة بالسوق هنعمل حاجة فيها نشيله حط شنطة شغل بروح بيها شنطة لابتوب ممكن أربط حاجة تحت الكوع بخمسة سنتي ربط خفيف فيه زمانكم نحط ربط ضغط ولا يزال بنحطه ساعات تحت مش على الكوع مباشرة لا تحت الكوع بخمسة سنتي فوق بعضه زي شرط الكابتن بتاعت الكورة كده بس ما شوينها بطوها تحت الكوع بخمس سنتي أو فيه دعامات موجودة في المنطقة المساعدة الطبية تتلبس على حيثتي عشان تقلل الضغط ونعمل عليها تلج أو مية دافية اللي رايح أكتر يعني الفرامل ومش كبير قوي وندهن دهنات اللي فيها بتحسن دور ده مية زي اللي فيها نعناع وفيها زيت كفور والكلام ده ده الأساس بيطول شوية أو يزداد شوية في الناس اللي عندهم الأملاح مكتون أعلى شوية من غيرهم للمطمئة الأملاح عالية مش عالية وده خط الدفاع الأول خط الدفاع التاني لو ده ما جابش نتيجة العلاج الطبيعي مهم ومن ضمن الحاجات برضه المهمة طور محمد إنه آآآآآآآآآآآآ plastic لازم أحاول لنا طول مع العلاج الطبيعي يطول للعضبات عشان أقل الإصابة اللي بتحصل هنا المرحلة التالتة لو ما جابش ده نتيجة بنفكر في الحؤن زي ما كنا نحن كورتيزون دلوقتي نحن برضو البلازما البلازما دي بتاخد من دم الواحد وبتخش فلترة وتتحين تاني في الكوع ونسبة نجاحها في الحاجات دي عالية جدا ونادر جدا ما يحتاج لعمل عملية صغيرة بالمنزار أو يعني عملية بالمنزار نفك فيها الالتساقات والالتهابات دي بالمنزار لكن في تساوة تسين فيما من أمور تستغيب إن شاء الله